راح عمل البص انا في صغرة احنا راح مسكني الكورة كورة طويلة دي حاجة ملاحش علاقة بالفنيات وما فيش مسندة يعني حتى بص اخطاء بقى نيني وحمد فتحي في المسندة الدفاعية وفي المسندة الهجومية حتى ما كانوش ايمين بيها بشكل كويس ده اللي انا اتكلمت فيها كابتشادي وهي فتحت سبحان الله الكلام طريحات وده اكبر خطأ عمله كيروش انهم اضمش طريق حامد حتى لو مع خلاف حتى لو عنده خلاف مع طريق حامد خلينا نتكلم ان طريق حامد بيقوم بالمهام دي حتى لو بيقوم بالمهام الدفاعية بيقوم عليها على اكمل وجه زي ما بيتالزق تدرس وحتى الجزء الهجومي هم هجوميا مش قوي بس بيعملك زيادة بيقدر يطلع نص الملعب لقدام اما انت عندك حامد فتحي والنيني تحس ان الاتنين هم مؤخرين نفسهم يعني مش عارف كبتشدي يعني فيه ساعت ممكن تلعب نص الملعب كنت بلعب انا وحسام غالي كان فيه لغة لغة بنا من بعد هقول له حسام انا هطلع انا هاجم انت اقف حسام يقول لي مثلا انا هطالع اقف انت مكاني هم هم الاتنين من مصمرين نفسهم يعني هم الاتنين مش مشجعين بعد ان واحد يهاجم واحد يقف بتحيس ان هم وقفين على خط واحد بالدليل ان انت ان اني كل كرة والله العظيم خمستاشر كرة لان اني بالزبط خطوتين ويقف يوم عامل كده عشان يوري للكاميرا اني ما فيش ايه وده ده ده اكبر خطأ ما ينفعش ان انت تقلل من زماية لجوة الملعب ان هم ايه انت اللي حلو هم اللي وحشين فطبعا كل كرة يعمل كده يوم بس كده خمستاشر بالزبط نفس الموقف ده تكرر خمستاشر مرة هو اني الزيادة العددية او الدفع بتاعته اللي قدام مزي عمر الصلاي تمام هو لاعب بيعتمد على تدوير الكرة من الشمال لليمين هو تدوير الكرة ثم سمت ضغط ده ما فيش انا ما شفناش ضغط انا ولا شفت ضغط انا احنا اللي جانا انا شوفهم بالزبط انا اتلاف انا